قالت لها في الدورة الثالث وأول ما قالت لي كذا أكسم بالله يا أحمد الإدرينالين عندي ألف قلبي طاح الدورة الثالث عندنا في المبنى سمعت ومعدومة ويا ما حصلت في مواقف لأكثر الطالبات بعد ما قالت لي كذا أنا استعت صراحة أني نقول لها لا خليني يعني في الدورة الثانية مع صحباتي وزي كذا قلت يلا عوافي بتعرف على الطالبات جدد في الدورة الثالث شلت المفتاح وتوجهت لغرفتي في الدورة الثانية عشان ارتب غراضي يعني وانقولها لي الغرفة الجديدة في الدورة الثالث وانا قاعد ارتب ملابسي وكتبي زي كذا نورة كانت تطالع فيني بنظرات اكسم بالله نفسها تذبحني ما انا عارف بالضبط واش ديك النظرات اللي ما كان لها تفسير المهم رتبت غراضي وكل شي وطالع للدورة الثالث اول ما وصلت انصدمت تقول يا احمد هدوء مطبيعي توقعت انه بيكون حيوي شوية يعني زي الدورة الثاني والاول وفي طالبات وزي كذا تقول تفاجأت انه ولا طالبة ساكنه فوق نزلت على طول لمنيرة قدت المفاتيح قلت لها ما عليش يا حبيبتي انا ماني ساكن الوحدي فوق يا تشوفي لوحدة تسكن معايا او دبري لغرفة اسمعي يا اريج انا تعرفيني عمري ما رديت لك طلب لكن الان والله العظيمة الدورة الاول والثاني كلها فل فخليك في الدورة الثالث لحد ما اشوف لك اي طالبة تسكن معاك او اذا طلعت اي طالبة من الدورة الثانية اول اول انزلك تحت اما في الوقت الحالي فانا اعتذر مني كاريج والله ما في غرف متاحة الا في الدورة الثالث فاريج شي نيفا هاز اتشويس خلاص ما عندها اي خيار غير انها تسكن في الدورة الثالث وفي نفس الوقت مستحيل تنزل تسكن معا نورة في الدورة الثاني مهي اريدي مت مشكلة معاها فقالت تفكر بينها وبين نفسها قالت طيب ليش ما اروح اكلم واحدة من الصحباتي في الدورة الثاني تيجي تسكن معايا فوق والله فكرة حلوة طبعا اريج عندها ثلاث صحبات تمون عليهم اللي هم مسارة ورهف ونجلة بعدما رحت لهم الدورة الثانية ودقت الباب دخلت عندهم مسلمت عليهم كل حاجة وقالت لهم انها تحتاج وحدة فيهم تسكن معاها في الدورة الثالث اثنين منهم قالوا لها انسي انسي شي هذا يصير التفتت على الثالثة الثالثة اللي هي نجلة هذه البنت داعسة معاها في كل شيء ما ترفض لها طلب ابدا لكن المرة هذه انصدمت من ردها قالت لها والله لو تسلمين على راسي ورجولي ما طلعت معاك الدورة الثالث فرصة اخيرة ونسبة نجاحها اربعين في المية يعني يمكن تنجح ويمكن لا هي اني ادق على ابويا واطلب منه يحول لي مبلغ واطلع السأجر بره طبعا انا عارفة ابويا ما رح يوافق ابدا لكن قلت اه خليني اكلمه عن الموضوع هذا وافهمه ايش اللي حاصل في السكن يمكن اغير رأيه وفعلا اتصلت عليه وسلمت عليه وكل حاجة وقلت له ابويا ترى اللي حاصل في السكن كذا وكذا 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 قال لي اسمعي يا بنتي صلي على النبي وترك كل اللي قاعد يصير هذا في السكن مجرد كلام فاضي وخزع بلات وبالعكس يا بنتي فرصة مرة حلوة انك تسكنين وحدك عشان تذاكلي على راحتك واجيب درجات حلوة ابويا يرحم امك افهمني ما هي هرجة انه اسكن لوحدي واذاكر واجيب درجات الهرجة هرجة دور مسكون لا وكمان زيدك ابويا من الشعر بيت ترى الكهرباء عندنا في السكن مستحيل يعدي اسبوع بدون ما تطفى من مرتين لثلاث مرات يعني يعني كذا تخيل بالله كل واحدة في الغرفة وتطفى الكهرباء بموت ترضاها على بنتك قال ابوها شوفي اذا قصدك يا بنتي انها هرجت فلوس وما ابغى ادفع والله ليصلك المبلغة الحين كامل في حسابي لكن بشرط ما تطلعين برى السكن المبلغ هذا تصرفيه على نفسك مصاريف شخصية وفعلا ابو اريج كان جدا خايف على بنته يعني ما يبغى تطلع برى السكن وما راح يحس بشعور الامان وهي برى طبعا لحظتها لما كلمت ابوها كانت هي عند البنات في الغرفة قالوا لها البنات خلاص يا اريج احنا عندنا حل فترة الليل تنامين عندنا وفترة النهار اطلع غرفتي تقول اوكي ما عجبتني فكراتهم وتوكلت على الله بعدها كنامت نجلة ووقتها تقريبا كانت ساعة 4 العصر قلت لا يا نجلة انا عندي شوية اغراض وعفش كده اباك تساعديني بس نطلعها فوق للغرفة الجديدة قالت اوكي ما عندي مشكلة ماشينا وفعلا طلحنا الدورة الثالث والله يا احمد ما كأنه جزء من السكن جدا جدا مهمل تقول الله يكرمك تشوف الزبايل مكبوبة عند الابواب والوصاخة كده في كل مكان والمكان اصلا هو شكله مرة كئيب ومن العفن والوصاخة اللي شفناها انا ونجلة عرفنا انه حتى العاملات ما يطلعون للدورة الثالث يعني حاجة من جد مرعبة حتى البنات تقول اللي تخرجوا قبلنا شافوا الحوايل المهم تقول ماشينا وتخيلي احمد انه ما فيه الا مدخل واحد للدورة الثالث يعني تدخل تمشي سيدا مع السيب بعدين تلف يسار تلاقي الغرفة سمينا بالله وفتحنا الغرفة دخلنا لقنا الغرفة يعني مرة متغبرة نظفناها ورتبناها ونجلة كمان ما قصرت ساعدتني بعد ما خلصنا قالت لي ما عليش عريش بس وصلين عند البنات طلعت فيها قلت لها ما عليش بس انا كيف اطلع بعدين قالت لي تدرين خلاص اوقفي كده على السيب وانا بنزل جاري قلت لها اوكي مادي مشكلة بسيطة وفعلا تقول اوقف لها بيبسيمان كده وما تطالعوا برا يعني لو قلت لها بس بو تكسرت وفعلا ما قدرت صراحة يعني وقلت لين شفتها نزلت ورجعت انا غرفت اخد شاور ورميت نفسها على الكرسي رمية قلت ابنام نومة اهل الكهف تعبان اباموت المهم طفيت الاضاءة اللي كانت جنبي على الكوميدينا وشبكت جوالي في الشاحن وخلاص بنام اللي شوية يدقون علي البنات قالولي انزلي قلت له مستحيل مستحيل انسوا توي ماخد شوهر وتعبان ابنام بريح ابو ساعة زي كده وبنزل لكم في الليل قالولي لاوتر والله تخربين جدولي ونومة العصر صداع وتسحبين على المحاضرات ومدري ايش وفعلا اقنعوني بس قلت لهم بشرط قالولي ايش قلت حركتنا يا حبايبي تعالوا وقفوا لي على السيب وبجيكم وفعلا جوني ونزلت معهم اخذوني للغرفة اللي شوية واحدة فيهم فكت كرتون وطلعت سماعتين بلوتوث قد كده مرة صغيرة بس عليها صوت الله لا يوريكم تقول قلت لهم لا بنات يرحم امكم لا راسي بانفجر تقول واحدة فيهم فكت دولابها شو ابلع حبتين ولا تكثرين هرج وفعلا اخذت حبتين بناديول وواحدة من البنات قامت شبكة جوالها البلوتوث على السماعات وشغلت موضي وسحبوني معهم الا وارغوس وانا والله العظيم ماني مروقة جت الساعة دسعة وقلت لهم ما كأنه وقت نوم خلاص والله يا اريج ما عليش صراحة بس ليلة أنا لسه طوية لكن خلي نجلة تأخذك وتوديك تنامي في غرفتها قالت نجلة على عيني وراسي صراحة لكن في واحدة عندي في الغرفة هناك نفسية ما تحب اي بنت غريبة تجيها اخاف اجيبك وبكرة تنزل ادارة تشتكيني قالت لي يا بوي تدرون خلاص بحصل نفسي وبطلع نام في غرفتي بس ابواكم توصلوني قالوا لها والله صراحة نوصلك لينا الباب مستحيل في الوقت هذا لكن نقدر نوقف لك زي اول وتروحين جري للغرفة قالت اوكي ما عندي مشكلة يلا وفعلا وصلوا اريجي الغرفة لكن دخلتها المرة هذه للغرفة ما كانت زي الاولى اسمعوا اللي صار تقول دخلت الغرفة وكنت مرة مرة طافية رميت نفسي على السرير وحتى اذكار النوم ما قلتها ولا حصنت نفسي قبل النوم تقولوا انا من سطحة على بطني وراسي متوجه للي صار على الجدار تذكرت اني ما عدلت جوالي على تسعة الصباح للمحاضرة وجوالي كان محتوط على الكوميدينا جنبي تمام وانا من قوة الكسل اللي فيني والله العظيم ما انا قادر ارفع راسي فمديت يدي زي كده قاعد ادور على الجوال ووجهي يعني متجه للجدار وانا قاعد اطبطب زي كده امسكت جسم غريب وكان الجسم جدا بارد والملمس زي ملمس الجلد اللي عليته قروحات بس ناشفة انا لسه ما ادركت يعني قلت يمكن في لحظة تعب وشيء زي كده فنزلت يدي شوية قاعدة تحسحس اللي يوم امسك اصابع تقول والله العظيم صرخت صرخة واسحب يدي بقوة كده واخذ البطانية وادفة تقول قسما بالله ساعتين تحت البطانية قاعدة ابكي ومخنوقة في نفس الوقت من الحر وابغى اوصل للجوال عشان ادك على البنات يجون يلحقوني بأمود تقول حدث ثلاث ساعات وانا تحت البطانية يعني مخنوقة خلاص وخايفة في نفس الوقت لو فكيتها اشوف احد طبعا مغطي على وجهه زي كده ومطلع يدي بس من تحت البطانية تقول ودك حدث طبطب وطبطب زي كده ما لقيت الجوال سميت بالله وبعت يدي زي كده ثاني مرة قلت يمكن طاح ولا شيء وبرضو ما لقيته خفت على طول وانا ساحب يدي زي كده جات يدي على سلك الشاحن سحبته معي على طول ومن حسن حظي جوالي طلع مشبوك في سلك الشاحن فصلت كده وانا تحت البطانية وفتحت الواتساب ودخلت على قروب البنات ورسلت لهم رسالة صوتية وانا قاعدة ابكي ومنهارة فيها ما وضحت لهم اي شيء بس قلت لهم يا بنات الحقوني انا بموت تقولي الاسف طول وما حضرت قلت يا رب ما حد يكون فيهم نار وصلت قمة اليأس رميت الجوال جنبي وقاعدة ابكي وشوية زي كده الجوال هز رفعته على طول اللي رسالة من نجلة ارسلت لي ايموجي كده مصدومة وكتبت لي ايش بك يا بنت انا ما قدرت من الخوف ارد عليها حتى بصوت بس كتبت لها الحقوني بسرعة قالت لي خلاص خلاص بشوف البنات الحين وبنطلع لي فراحت نجلة وعلمت صاحباتها قالوا لها طيب انتي وش عرفي قالت له مسمعه طلعت الجوال شغلت الرسالة الصوتية حقه اريج انصدموا قالوا الحين هذه كيف نطلع لها طالعت سارة في صاحبتها راف زي كده قالت والله ما انت رش نقولي كنجلة لكن يلا خلاص نحصر انفسنا ونطلع وفعلا قروا الاذكار والمعوذات وبدأوا يطلعوا للدورة الثالث تقول اريج واحنا قاعدين نمشي في السيب اوكي يعني الانارة لا بأس فيها لكن الهرجة في الدخلة حقتها الغرفة في بعض اللمبات هناك مكسورة وشوية ظلام هي الدخلة هذي اللي مجننتنا المهم تقول طول ما انا في السيب قاعد اردد آية الكرسي على لساني وسارة كانت عليه ساري وراهف على يميني لين قربنا عند اللفة الا شوية سارة تصرخ وترمي جوالها وتشرت جات رهف بتلحقها مسكتها على طول قلت لها قوي قلبك اذكر الله وامشي خلينا نروح نشوف اريج اشي صار عليها قالت طيب وصار يعني ليش رمض جوالها وصرخت اكيد شافت شي قالت اهدي اكسم بالله اني خايفة اكثر منك لكن خلينا نشوف اريج اشي صار عليها وفعلا سموا بالله وكملوا طريقه وصل الغرفة فتحوا الباب شغلوا الاضاءة لقوا اريج تحت البطانية ومنهارة من البكة قالوا لها يا بنت شفيك سلمان اشي اللي صار اريج ما نطقت بحرف قالت نجلة الرهف امشي خلينا نزلها تحت الغرفة فعلا اخذوها الغرفة ونزلوها تحت بعد ما هدته كل شي قالوا لها قولي لنا يا اريج اشي اللي صار تقول اريجي احمد والله العظيم من قوة الصدمة ماني قادر حتى اعيد وصف الشي اللي انا مسكته بعد ما ضغطوا علي علمتهم بكل اللي صار معايا نجلة قالت لي يا بنت الحلال صلي على النبي صدقيني لاني كنت تعبانة وكذا في وقت يعني غفوة فممكن كان يتحييق لي والله العظيم كنت بكامل قواي العقلية لما مسكت الشي ذا خافوا شوية بعدين قالوا لي طيب وصفيني لنا شكله ما انا عارف صراحة كيف اوصف لكم لكن يعني ملمسة ليد كأنها يد عجوز كبيرة مرة في السن وكانت مرة باردة وكأنه فيها تقرحات كذا ناشفة لا ولما نزلت بيدي كذا كمان شوية الأصابع كانت طويلة وأظافرها مرة طوال رجعوا التفتوا على سارة قالوا لها انتي لما صرختي كمان ورميت الجوال وشرتي ايش شفتي بالضبط قالت اكسم بالله يا بنات شفتوا لما قربنا من عند اللفة والله العظيم شفت راس واحد أسود طلع كذا وبعدين رجع على طول تقول اريج أنا خلاص بعد الموقف هذا اللي صار وبعد كمان اللي سمعته من سارة حلفت بالله الدورة الثالث هذا ما أطبه إلا إذا لقيولي وحدة تسكن معايا طبعا خلاص كانت تقريبا بقي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على نهاية السمستر وفعلا بعد ثلاثة أسابيع انتهى الفصل الدراسي وكل حاجة والحمد لله تخرجت بمعدل مرة حلو بعدها سافر أبويا وجاء أخذني للسكن ونزلنا للديرة تقول وإحنا في الطريق علمت أبويا بكل المواقف اللي صارت معايا في السكن تقول أبويا ممكن كانت هيألك يعني مو حقيقي أبويا لا ومدري إيه وجهد أحاول أقنع أبغايا يصدق مستحق